بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة وفي الصعاب يأتي الاستفاف ومن الصعاب صنع الأهلي أمجادو إبراهيم أهلا بك بشمانس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الأسنين من ملك وكتابة حلقة اليوم تحمل الرقم 756 تأتي في ظل أحداث كثيرة مهمة ومتلاحقة شوف كل اللي فات أنت بتلعب في مواجهة الآخرين آه وأنا قادر على الآخرين أنا النادي الأهلي مهما لفوا وداروا ومهما يعني مكروا ولكن الأهلي يستطيع أن يواجه هذا الأمر ولكن لا يستطيع الأهلي أبدا أن يواجه الصعاب الداخلية إلا بالاستفاف من أبنائهم أننا نكون يا أستاذ إبراهيم مش كلام لا إيد وحدة فالحلوة المرة ده مش شعار ده موقف معيشة وحياة والتزام والتزام أتى ثمرها ولذلك له وقت تنظير ولا وقت الانتصار مش قلت لكم وقلت لكم ولا وقت للرأي يعني لكنه وقت الإدراك أن الأهلي وصانع الأمجاد الأهلي بتاريخه بثوابته بقيمه بما تركه من دروس وتقاليد بتقول الأهلي ساعة الصعاب يتصرف إزاي عشان كده في حلقة اليوم حنناقش مع حضراتكم تفاصيل ساعات الصعاب والأهلي ممكن يتصرف إزاي لكن هذه الحلقة المهمة تلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله الأهلي والمدرب من يصنع من وفي الغربال مكاسب السلوم لكن بعضمة لسانه حلمك ياسع اللام وفي أسرار الملك سنوات الوفاء والعطاء وأخيراً مجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن طبعاً لا شيء أهم من قرار النادي الأهلي اليوم فسخ التعاقد وانهاء انتهاء الارتباط مع مستر بيتسو موسيباني الجنوب أفريقي المدير الفني لكرة القدم بالنادي زهر اليوم أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي وجهت إدارة النادي الأهلي اليوم الشكر للجنوب أفريقي بيتسو موسيباني المدير الفني للفني الأول لكرة القدم بعد فسخ التعاقد بالتراضي وفي ضوء احترام متبادل بين الطرفين كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسيم منصور وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي ولجنة التخطيط لمناقشة موقف بيتسو موسيباني وبإجماع الأراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق لكن موسيباني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية وبعد مناقشة الموقف كاملا وبالإجماع تم احترام رغبة بيتسو موسيباني وتوجيه الشكر له على كل ما قدمه للنادي وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين يا أبو بيتسو عايز أقول لكم حاجة احقاقها للحق بس عشان تشوفوا برضو فرؤات الخبرة والحكمة من أيام كتيرة فاتت والمهاندس عد كل ما جيب له سيرة بيتسو موسيباني يقول لي قلبي مش متوعن الرجل ده شكله عايز يمش يقول لي لا ده مش كلام حد عايز يكمل الرجل ده تقريبا بيوصلنا للمرحلة دي يعني كنا بنهزر وإحنا في أبو ظابي وبنقول لك أبو بيتسو لما جيه وقال لك ما يفزر وأعطي تنصحه إزاي كانت عندك هذه الحاسة في الاعتقاد إنه لا مش هيكمل شوف يا أستاذ إبراهيم بيتسو ماني لما جيه النادي الأهلي ما جاش على المجهول جاي عارف على المعلوم حطت رجله فين وعارف هو بيتفق مع مين وعارف إيه اللي يقبله النادي الأهلي وإيه اللي مقبلوش وكان فرحان جدا 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 ولكن النجاحات السريعة المتلاحقة المبهرة خليت يقول الله إيه لأ ده أنا بقى لما يكون في علاقة بين طرفين لازم الطرفين يبقوا من الحكمة والرؤية إن النجاح ما هوش أحادي ده نجاح موفر لك مناخ وإنت بتعرف تستغله وأنا متوسم فيك إنك تعرف تستفيد منه ولكن يبقى أسباب النجاح التي إذا التزم بها الأطراف مشت الدنيا حلوة اعمل شرك كويس مع واحد بتحبه وبيحبك وهو يبقى مش مصدق إن أنت وافق تتشاركه والت بخبراتك دي كلها برأس مالك ده كله عايز منه حسن الإدارة فشاركته بالمجهود ولكن بعد شوية قد يتبادر إلى يدهني أن الشرك وقف علي وإن أنا لا ده أنا سبب النجاح إذا الناس ابتدت تحسب بشكل فردي بشكل فردي وتستثمر النجاح لنفسها هتوصل للنتيجة المحتمة أستاذ إبراهيم التصريحات الكتير التعليقات اللي هي لنا ولو أنت ولا حد كان موسوط منها يعني أنك تترك الفريق وتغادر مش متحسب للعواقب لأن العواقب أنت مش حاطت نفسك في مسئوليتها خلاص بينك وبالنفسك وما قال شي لكن تشعر أنه هو لا خلاص الرجل ده فكر كمحترف وهذا حقه مش ابن النادي مش مولود عندنا ومش ملزم يقضي تاريخه كل الحدي لحد إحنا ما نقوله يعني صحيح إنه هو شافت توقيت الأنسب بكل النجاحات دي والله أعلم وراء ممكن تكون خطوط التانية لا ممكن تليغ كأس العالم للأندي في كأس العالم الله أعلم يتعاقد مع الوداد يتعاقد مع الوداد يتعاقد مع التحليل يتعاقد هو الرجل أنا ما أقدرش أقول كده أنا مستحبا أنا ما يجدش عايزك توقوله أنت بالشكل ده ما الوقت هتلقاه في كأس العالم لا هو الرجل الرجل أنا سمعت إنه عنده تحليل في كاس العالم أو فيه متقدمه وده منطقي بخبرته ممكن يروح يحلل أين كانت خطوته الجاي خلاص الراجل ده جالنا ونجح معنا وأسعدنا وأسعدنا اللغة اللغة اللي تفكي بها الارتباط لغة ناس بتحترم بعضها وناس كبيرة لكن أنا ما اتفاجأتش ما اتفاجأتش منه هو عايز يمشي ابنك ونت عارفه بقى لو ابني كنت حرمته من برا لا طبعا هو الراجل الراجل ده من حقه ومن حقه يتنقل طموحاته وهو متصور يقدر يجدد دوافعه بطريقة تانية والله أعلم ما انتش عارف الخير فين كل مرة الأهل يتحطى في موقف صعب يطلع لصالحة يعني ما مشي كارترونه جيلة سارتي كزبنا دوري من أغرب الدوريات لما جي بايلر ومشي وجي موسماني عملنا مجد ما حدش كم توقع الله أعلم الأهل جاهز الأهل أسباب النجاح هو له نصيب الأسد في هذه الأسباب بشرط بشرط هذا وقت اللعيبة اللعيبة ما ينفعش بقى نقعد نقول مين اللي حيسيطر مين اللي حيتحكم مين اللي حيقولهم مين اللي حيعيد لهم أنتم محططين في اختبار تاريخي لو استطعتوا أن تتجاوزوه أنتم اللي حتخشوا المجد بقى ورون بقى المعدن بتاعكم بأنكم تنسوا كل واحد ينسى نفسه ويفكر في التيم يفكر في النادي يفكر فيه أنه لا يهدر مزيدا من الفرص طيب بالقطع لجنة التخطيط مع كابتن خطيب كرئيس مجلس الإدارة مش مفوضا من مجلس إدارة وكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة مع شركة الأهل لكرة القدم برئاسة الأستاذ ياسيم منصور الكل بيعكف على ترتيبات الوضع اللي جاي اللي جاي والترشيحات والمفاوضات والاتصالات فده خليكم مطمئنين له تماما إنما لشكل مؤقت والارتباط الأهل بمباراة بعد غد الأربع مع أسترن كامباني المؤجلة في الدوري قرر أو كلف النادي الكابتن سامي أمصان المدرب العام للفرية الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت ذلك بعد رحيل بتسو موسماني تشكيل بتاع الجهاز طبعا بقيادة الكابتن سيد عبد حفيز مدير الجهاز وكابتن سامي أمصان قائم بأعمال المدير الفني وكابتن محمد شرف مدرب ومشيل ينكن مدرب الحراس ومحمد النجار مدرب الأحمال وعمر رشدي محلل الأداء كابتن سامي أمصان هيستعين بأحد العناصر من المدربين كمان لتدعيم الجهاز شوف أنا مشفق جدا جدا وأتمنى لهم التوفيق وإن إحنا نأجل كل حاجة إلا الهدف السريع اللي إحنا محتاجين نركز عليه دلوقتي مباراة إستر كابتن سيد عبد الحفيز وهو أدهه ودود وكابتن سامي أمصان وهو الأكثر خبرة دلوقتي والتساقا بالفريق وإمكاناته طبعا دعم احتاج أنا لسه كنت بقول لك الحلقة اللي فاتت هو زي يعني واحد يقدر يمرن ثلاثين ولا خمسة وثلاثين ولا اتنين ده بره بيبقوا أربعة وخمسة يعني هو صعد معا الكابتن محمد شرف لحد ما هم بإذن الله ربنا وفقهم نخدها خطوة خطوة وزي ما بقول كده هو الموقف اللي بيصنع الريال إن كلنا ننصاهر على هدف واحد ونعدي السلال مسلمة سلمة وده الأهلي بإذن الله طيب في إطار بقى الاحترام المتبادل وفك الارتباط بشكل راقي جدا يليق بالنادي الأهلي ويليق بالسياسة ونظامه وسوابته في احترامه لكل منتسبيه ولكل المتعاقدين معاه الأهلي عبر عن شكره وتأديره لبيتسو موسماني ووجهه له الشكر على ما قدر من فترة وما حقق من نجاحات رد مستر بيتسو موسماني ببيان مطول شوية لجمهير الأهلي السلام عليكم كما تعلمون لقد عقدت اجتماعات بيني وبين مجلس الإدارة بقيادة رئيس النادي السيد محمود الخطيب والسيد ياسم منصور وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة الماضية وقد توصلنا إلى اتفاق متبادل قررنا فيه المضي كل منا في طريقه ولذلك يؤسفني أن أعلن أنني وطاقم الفني المكون من كابيلو رانجو رانجواجا وموسى ماتلابا وكايل سولمون سنرحل عن النياد الأهلي وبيول بيتسو موسماني أن هذه الرحلة التي ستظل دائما في قلوبنا قد بدأناها سويا في أكتوبر 2020 فحفاوت الاستقبال والمحبة جعلتنا نشعر أننا في بيتنا بالفعل ورغم شعورنا بالضغط عند انضمامنا إلى نادي القرن إلا أننا أدركنا أننا لم نأتي إلى القاهرة إلا لهدف وغاية وكان هذا الهدف هو تحقيق الإنجاز كانت مهمتنا الأولى هي إكمال مسيرة الحصول على لقب دور الأبطال وفي ضوء ضيق الوقت والضغوط الملقاة على كاهلنا نجحنا مع بقية الفريق في تحقيق الإنجاز وحصدنا اللقب الأغلى من قلب استاد القاهرة وأنجزنا المهمة ثم عهدت إلينا مهمة الرجوع بكأس مصر إلى خزائن النادي وبفضل فريقنا القوي أنجزنا مهمتنا على أكمل وجه واستمرت الرحلة وشاهدنا صعودنا على منصات التتويج العالمية في كأس العالم للأندية فواصلنا التحليل والتحضير والتدريب والعمل الدؤوب بلا كلل أو ملل لإثبات قدرتنا على مجابهة أفضل أنديت العالم كنا نستمد قوتنا من الهتافات والأغاني الحماسية التي استقبلتنا بها جماهير القلعة الحمراء في الدوح وحصدنا الميدالية البرونزية على منصة التتويج العالمية وكالعادة أنجزنا المهمة ثم اختتمنا موسم 2020 بلقب كأس السوبر الإفريقي ولمرة أخرى أنجزنا مهمتنا على أكمل وجه وبيقول بيتس موسماني كان موسم 2021 هو الموسم الأول الذي سنقضيه بالكامل من بدايته مع نادي القرن وبفضل ما تلقيناه من رئيس النادي محمود الخطيب وجماهير القلعة الحمراء من تأييد ساحق ومحبة غامرة حققنا الانتصار في بحر شهور وعودنا بلقب دور الأبطال إلى قلعة الجزيرة من جديد لقد واجهت رحلتنا تعثرا حين فقدنا لقب الدور وكأس السوبر المصري في سبتمبر 2021 لكننا نهضنا من عثراتنا بفضل دعم جماهيرنا ثم كان كأس السوبر 2021 في انتظارنا في ديسمبر 2021 فلبينا النداء وقتنصناها من جديد وكالعادة أنجزنا المهمة ثم بدأ العام الجديد بمباريات الدور الممتاز ومواجهات دور المجموعات من دور الأبطال ومع ذلك كانت أمامنا مهمة أخرى وهي تحسين مراكزنا في كأس العالم للأنديم فأعددنا العدة وانطلقنا إلى أبو ظب لتمثيل قراتنا ورغم ما واجهناه من صعوبات هائلة حفظنا على لقب المركز الثالث ونجحنا مرة أخرى في إنجاز المهمة وقد تبينت صعوبة الفترة المتبقية من بطولة دور أبطال إفريقيا ورغم ما واجهناه من كدمات وجروح طوال الرحلة إلا أننا قطعنا طريقنا إلى النهائيات ورغم إخفاقنا في الوفاء بما كلفنا به إلا أن مشجعينا جعلونا نشعر بأننا الأبطال كنا محبطين لكنهم رفعوا مع نوياتنا واستطعنا إنجاز المهمة كان القسم المشترك توري رحلتنا هو تحدي الوضع الراهن ووضع فريقنا بين صفوة فرق العالم ولأول مرة في تاريخ الأهلي يصل الفريق إلى نهائي دور أبطال إفريقيا لثلاث مرات على التوالي تحت قيادة طاقم فني من إفريقيا جنوب الصحراء وكل هذه الانتصارات تحققت في غضون عشرين شهرا فقط وأود أيضا أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى الكابتن بيبو على حسن ثقته وإيمانه به وبطاقم الفني الجنوب إفريقي فما أبداه من صبر وتعاون وقيادة وتواضع ساعد كثيرا في تيسير مهمتي وسمح لي أن أضمن له تحقيق أمانيه ولقد تحقق حلمي بأن أصبح مدربا لأكبر نادم في القارة وسأفتخر بهذا الشرف إلى الأبد كما أحب أن أتوجه بالشكر إلى مجلس الإدارة والإدارة واللعبين على ثقتكم في موهبتي ومعاونتي في تحقيق حلمي وبدونكم لما كان لي من تلك الإنجازات أن يتحقق ما كان لأي من تلك الإنجازات أن يتحقق وأوجه رسالتي إلى القلعة الحمراء إلى سبعين مليون مشجع للأهل ممن دعمون طوال هذه الرحلة لقد كنتم حقا مصدر إلهامي ولم أشعر أبدا بكل هذا الحب والتقدير بعيدا عن وطني من قبل وإن شغفكم بكرة القدم هو شيء سيظل في ذاكرتي أينما ذهبته وسيظل مصدرا لإلهامي شكرا لكم وبيختم بيتس موسماني أنني أشعر بالأسى حقا وأأمل أن يتجدد لقاؤنا ويلم شملنا سويا من جديد إن شاء الله والحمد لله تعالى وشكرا جزيلا لكم كلام شديد الزكاء شديد الاحترام شديد الاعترام بالعرفان يعني قدر كل واحد حقه بما فيه هو من خلال السرد للنجاحات ولكن أيضا ما أنكرش دعم كابت الخطيب ومجلس الأدارة ما أنكرش تأثير ثقة الجماهير فيه يعني اللعيبة إذن الراجل وهذه هي سمة بيتسو الراجل ذكي جدا 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 وأنا من ناحية الفنية أراه واحد من أزكى المدربين في الناحية الفنية وفي إدارته لأهدافه هو واحد من أكثر المدربين طموحا فدائما يجدد محطات الطموح بتاعته ميستر بيتسو شكرا على الفات ميستر بيتسو التوفيق في مواقات ولكن دعونا نفكر في النادي الأهلي النادي الأهلي هو بالتأكيد الملجأ الذي يريد فيه أي إنسان أن يحقق طموحا غير تقليدي فبإذن الله بإذن الله بإذن الله نعدي الكم أسبوع الصعبين وعادي جدا حنرجع نلم نفسنا وأنا عايز كل لعيب كل لعيب كل لعيب كل همه يكون في أحسن حالاته فرديا وفي أحسن حالات النطج جماعيا عايزين نشوف الفرقة اللي فيها أحسن على الفرصة والتاريخ لقد منحتني الحب وهتفت بإسمي ومنحتني أقصى درجات الاحترام إن شاء الله نلتقي مرة أخرى وحب الفريق ده بيتسو موسماني خلاصة 102 مباراة مع الأهلي فاز معاه الأهلي في 61 مباراة وتعادل في 30 وخسر 11 مباراة مع موسماني سجل الأهلي مع موسماني في 102 مباراة 189 هدف واستقبلت شباك الأهلي مع موسماني 75 هدف حقق 6 بطولات 6 ميداليات برونزية في بطولة العالم 2 برونزية و4 بطولات يعني ده الإنجاز اللي تحقق في 20 شهر حصاد رائع يليق بمدرب وثقة فيه الأهلي واحترم هو الأهلي فودعه الأهلي بكل هذا الاحترام نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف بصراحة هو مين بيصنع التاني الأهلي ولا المدرب لا ما تخافش على الأهلي بجد ما تخافش على الأهلي لأنه عمر الأهلي ما بيسيب نفسه عرضة للظروف الصعبة وعايزين تكونوا متطمنين أنه حتى في فترة بيتسو مسماني الأمور مستقرة والعلاقة زي الفل اللي قاله كان عنده خطة بديلة جاهزة لمواجهة أي لحظة ممكن الراجل يستخدم حقه الإنساني ويعتذر تحت أي إغراء في عز مكانة المسائل المشى كويس قوي اللي قاله كان عنده من الترشحات ما هو جاهز عشان ما يسيبش نفسه عرضة لأي فراغ يحدث فعايز أقول لكم أنه المسؤولين في النادي بيعقفوا على دراسة الأمر بمفاضلة إن شاء الله تفضي إلى اختيار الأفضل والأنسب والأقدر على النجاح وتحقيق طموحات وأحلام الجماهير بإذن الله دي كانت الإطلالة الخبرية السريعة في أهم هذا الأحداث لكن تبقى ضربة البداية المهمة في مقالي ومقاله الأهلي والمدرب من يصنع من هل الأهلي هو اللي بيصنع المدرب وبيعلي أسهمه ولا المدرب هو اللي بيحق بطولات للنادي الأهلي مين اللي بيعمل ده مش هنطول في السرد التاريخي الطويل لأنه مؤكد في حضرة المهندس عدلي بخبراته وممكن نبدأ ندور من أيام من كابتن صالح راح أجاب المجر هيدي كوتي مؤكد كان اسم هيدي كوتي كواحد من نجوم المجر في العصر الزهبي أعلى بكتير من كونه مدرب لكن جي حق البطولات الكبيرة وجيل التلامزة والتجربة الزهبية للنادي الأهلي وهكذا مراراً بكل المدربين بس عايز أفكر بالعشرين سنة اللي فاتت على نحو سريع شوية من خلاله هتعرفوا هو مين اللي بيصنع مين الأهلي ولا المدرب من عشرين سنة بالضبط الأهلي جاب منو الجوزيه من البرتغال في 2001 الحق حق دور الأبطال الأفريقي والسوبر وفاز على الزمالك ستة واحد وما خدش الدوري مشي 2002-2003 باشموندس جيل هولندي بوم فرير خسر الدوري في مباراة أمبي ومشي جي توني أوليفيرا البرتغالي اللي مصنف الأعلى من منو الجوزيه في البرتغال ما حققش حاجة وخرج من أفريقيا لكن كسبوا السوبر في مباراة الزمالك بركلات الترجيح ومشي في نوفمبر 2003 رجع منو الجوزيه في الولاية التانية حقق بقى الفترة الزهبية القياسية 22 بطولة فيهم خمسة دوري وفيهم اتنين من كاس مصر وفيهم اربعة سوبر وفيه تلاتة دور الأبطال وفيه تلاتة سوبر أفريقيا وطبعا فيها ميدالية كاس العالم البرونزية ومشي حسام البدري ميسج جاب دوره سوبر بعدها ميشي جي كابتن زيزو فترة قصيرة جدا لغاية لما منو الجوزيه رجع في 2010-2011 جاب الدوري وبعد أحداث بورسعيد ميشي كابتن زيزو اعتقد خد كاس خد كاس في المرة التانية جي بعد كده المانو الجوزيه ميشي في 2013 جي كابتن فتح مبروك بعدين جي محمد يوسف خد دوري أبطال أفريقيا وصوبر ثم جي جريدو خد الكونفدرالية وصوبر كاس مصر جي الكابتن فتح مبروك كابتن زيزو خد صوبر في الإمارات ضد الزمالك وبيصيروا الميشي جاله بورتو البرتغالي مارتنيول جي خد الدوري وميشي أيضا جي كابتن حسام البدري خد دوري وصوبر وكاس وبعدين كمل الكابتن أحمد أيوب فترة قصيرة كارترون ما خدش بطولات وميشي رجع يوسف وبعد منه جي فيلر ما كملش وميشي جي بتسومو سماني خد الأربع بطولات إذن مسيرة ما في حد مرن الأهلي إلا غالبا خد بطولات كلهم خدوا بطولات معادة كارترون وفايلر لأنه ما كملش وبون فرير مطشي أمبي الشهير بتاع الدوري وبون فرير ما كملش لنوعية بون فرير نتكلم على أولوفير وبون فرير وفايلر خد بطولتين يبقى بون فرير وكارترون ما فيش حد ما خدش بطولات معادة إنما مش معنى كده إن المدرب يستطيع ديكسي اللي جي خد كاس مصر برضا وديكسي جي خد كاس مصر العلماني مش معنى كده إن النادي الأهلي بيوفر كل حاجة أي أسباب النجاح إن كنت تبقى دارة بتحط الضوابط بتدي الصلاحيات بتوفر المناخ ومن توفير المناخ بتجيب اللعبة المناسبة بالإعداد المناسب بالإنفاق المناسب بالطلبات الفنية والإدارية المحترفة جدا وجزء منها طبعا اختيار المدرب اللي يستطيع أن يستسمر المناخ ده وليل جدا الناس اللي جات ولم توفق بون فرير برضو عايز أقول لك حاجة كان فيه حاجة غريبة في الرجل ده جاه في الآخر بعد البداية في الموسم كانت مرعبة بكس أو أربعات وخمسات واخد بالك وكل اللي كانت بعيدة جدا على المنافسة ولكن للأسف الشديد حياته الشخصية في الآخر ما كانش مركز خالص في الملعب لدرجة أن فيه لعيب اداله أجازة يعني الماتش يوم الجمعة ولا الخميس مش فاكر اداله أجازة يسافر يوم الثلاث يعمل الموضوع الشخصي ويرجع يعني ما فيش حاجة كده منطق عدم الاهتمام وعدم الاحترافية ومن ناحيته جهة جوة واخد بالك فأنا عايز أقول لك الأهل قابل يوفر بس المدرب مهم ما تم المدرب لما يكون عنده رؤية وعنده طموح وعنده رغبة زي دوكوتي شوف يستثمر المناخ ده ازاي لما يجي لك واحد زي فايسا شوف يستثمر المناخ ده ازاي لما يجي لك واحد زي مانو جوسي شوف يستثمر المناخ ده ازاي لما يجي لك واحد زي بيتسو شوف يستثمر المناخ ده ازاي في ناس تانية النادي القليل بيحس أنه هو كسب البطولات بس مش داله حيقدر يستثمر المناخ ويحقق لك الأهداف المستقبلية ودي شفها في جريده وشفها في لسارتيه وشفها طبعا في كارتيرون لأن كارتيرون خرجك من ثلاث بطولات في أسبوع حتى المدربين المصريين اللي كان بيجي على تارجت أو الكاس كابتن فتح مبروك خد كاس كابتن زيزو خد كاس كابتن محمد يوسف خد بطولات كابتن حسان ببادري خد أربع بطولات ولا خمس بطولات مع النادي الأهل على مرتين فإذا نقدر نقول الأهلي بيهيأ أفضل مناخ وبيحط أحسن يعني أسس احترافية لأمام المدرب اللي عايز ينجح ولكن المدرب بقدراته ومش كلهم زي بعض يعني ما تيجي تعد المتميزين في تاريخ النادي الآلي أول حاجة هتروح تيتكوش من زمان وبعدين هتروح داخل ناطط على طول راح للسبعين على هيدوكوتي حتى كلوتشاي اللي جيه سنة بعد هيدوكوتي آه غير الدنيا عمل تاكتك وكسب بطولات وأعتقد هو أولوح كسب لنا بطولة أفريقية أعتقد الكابتن الجوهري لا كابتن جوهري جاب بطولة 82 أول بطولة لا هو كلوتشاي لا لا كان قابل أفريقيا لا وصلنا فينا اللي يمكن معاه عمل نجاح معين في حيطة أفريقيا أنا فاكر مش عايزين نقف قدامها دي لكن كان مدرب مهم جدا بس هيدوكوتي رجع استلم منه وبعد كده الكابتن الجوهري والبطولات اللي حققها كابتن أنور سلامة الكابتن شاو عبدالشافي طبعا هولمن فيتسا مش عارف إيه احنا بنتكلم بقى على هولمن وفيتسا عملوا بطولات كتير نادي الآن لكن اللي غيروا من السيستم بصمة كبيرة هيدوكوتي فيسا فيسا منو الجوزي منو الجوزي لكن نقدر نحط فيتسو موسيماني كواحد من الناس اللي استطاع أنه يستثمر باعتوره أول أفريقي مش بس بأول أفريقي فطرته كان الزحمة بالتحديات ونجح بنسبة أكتر من 80% فيه وكلها تحديات كانت مهمة يعني التاريخ حيبدأ ليذكر له البرونزيات حيبدأ ليذكر له الاثنين الدورة تلاتة فاينال كسم منهم اثنين هو واحد بظروف صعبة خسره إذن المدرب كبير حنقول له بالتوفيق حنتو الصفحة هو قال كلمة يعني مش هفسرها أنا دلوقتي لا أنا هفسرها حيرجع يتلمي الشامل ايوه أنا كنت أسألك عليها فسنا بنقرأ مع بعض بس ولا فسرها ولا فسرها دلوقتي لا سيبه هو قال لك وعاسى أن يلمي شاملنا ولا تلتقي من جديد نلتقي من جديد دي اللي أنا هسألك فيها بقى لا مش هقول خلينا نقول الأحداث ونبقى أستاذ إبراهيم عشان خاطرين لا خلينا نقول الأحداث لا مش دي مش دي بصوا حسن العلاقة منو الجوزيه جي ومشي كل المدربين حتى الألماني ديترش فيس طوال حياته وهو خادم للنادي الأهلي في أي نصيحة أو أي طلب الأهلي يطلبه من ألمانيا أي ترشيح الرجل كان باستمرار حريص أنه يلب للنادي الأهلي اللي عايزه منو الجوزيه جي ومشي ثلاث مرات وفي كل مرة بينجح وفي كل مرة بيجي بشغف واهتمام وبيمشي بشكر واحترام ده النادي الأهلي يا جماعة عشان كده هو حتى بيتس المسلماني هو بيقول باي باي في الآخر بيقول لك وأنا تمنى أن يلمش هملانا من جديد يعني هو مش قافل الباب وراه ده النادي الأهلي إنه ما فيه مدرب مشي إلا وبقى عنده حنين للعودة عنده تقدير عنده رغبة عنده أمل إنه يرجع تاني الجزئية اللي أنا لازم أن أقشك فيها كخبير للتسوير كل مدرب من دول جه النادي الأهلي تقريبا ساعد في رفع سعره خمس ست أضعاف حتى داخل الأهلي يعني من والجزئية طبعا النجاحات اللي بيحققها الأهلي مع المدرب أو بيحققها المدرب مع الأهلي إذا كان الأهلي بيستفيد منها مجد وقيمة وبطولة المدرب بيستفيد منها سعر ورقم وسيفيه لأنه شوف كل واحد فيهم راح منطقة الخليج أو راح لأي نادي بعد الأهلي برقم كبير مؤكد يا سيد برايم لأنه بيجي يقول أنا مرنت الأهلي ومش بس كده وكسبت معاه واحد اتنين ثلاثة فدي بتدي اهتمام وبتدي ثقة للي بتفاوض معاه مش عايزة بنقشة إن الأهلي طب وأنت ما هو الأهلي ما هو نادي القرنة هو أكبر نادي بالبطولات هو صاحب الأرقام القياسية مطلوب إيه تاني دعنا احنا مش في مجال دلوقتي إن احنا نعدد مزايا الأهلي لأنها واضحة واضحة للعيان للمنافسين قبل ما تكون واضحة للاحباء كل اللي نتمنى دلوقتي إن احنا زي ما بقول وأرجع تاني لأنه كنت في حوار مع أكتر من حد من لنا أثق فيه محبوهم من شبابنا السوشيال ميديا أنا بحب أتواصل كده وتمالي ببقى يعني متقمس الدور البايخ إن أنا أنصح أنصح في حب الأهلي أنا عارف أنه بيحبوا الأهلي أكتر من مئة مرة بس أنا بحب إن احنا نبص للموضوع دون أن ننتصر لأرقنا يعني ننسى حبنا لنفسنا ونفتكر إن النادي الأهلي كلما داقت حلقات الصعاب عليه التضامن هو اللي بيخلينا نكسر هذه الحلقات فعايد الفترة الجاية ما يشغلناش حاجة خالص خالص مش قلنا لكم اشربوا بقى مش عارف إيه يعني مشي بيتسو في نزعلنا قاعد بيتسو في نزعلنا واخد بالك لأنها دائما حالة جدلية لكن مش عادي تبقى حالة جدلية بنقشها على الهوى خليها حالة جدلية بيننا ومن بعض عشان نادي الأهلي قوطه والله يا جماعة إنه ما كانش حد بيشوف حاجة غير الوحدة النادي دا ما له ماسك في نفسه كده واخد بالك عايزين نرجع للحالة دي حتى رغم وجود السوشيال ميديا لكن نعرف نقول إيه على السوشيال ميديا وإيه اللي نخليه بيننا ومن بعض بس لأنه ليش عايزين حد يستثمر دي إنه يوسع هوة الخلاف بين الأطراف يعني عودوا على بدء بقى أنت الجملة اللي استهلت بها إنه هذه فترة في أهم المراحل اللي الأهلي محتاج فيها إلى الاستفاف مؤكد 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 خلف قرار الإدارة اختيار الإدارة هو الإدارة الإدارة جماعة هو أنتم كلنا مبارح بيتين وفي زيننا شيء صحيحنا لقينا شيء تاني في حاجات ويسيبك من اللي بيقول لك خد مني وأنا عرفت الأخبار وهتلاقوا ميت سبب وكلها أسباب تدعو إلى هذه الصورة لكن الإدارة بتبع عارفة في كلام على مستوى المسؤولين ما بيتقال شي لكن بتبع عارفة هي بتاخد القرار ده ليه خلاص خلي الإدارة دائما هي صحبة القرار طالما ما فيش خروقات لقيم أو مبادئ أو بنحط صوابق تاريخية تهز حاجة عندنا لكن وجهة النظر دي حق الإدارة اللي بتحاسب في الأهل ده كلام مهم جدا لكن الأهم بعضمة لسانه مين هيتمسك بعد الفاصل أعلم بحضراتكم من جديد والحقيقة يمكن الأهله هو بيستفيد من الدروس في أي مشاركة بيشاركها لما شارك في دورة الأبطال وحصل اللي حصل كان النهاردة أو مبارح فيه خطابين مهمين جداً النادي الآلي بيخرجوا من النهاردة واحد للجنة الأولمبية المصرية عشان يقول لها ضرورة تفعيل الاهتمام بحرية تبادل للمعلومات مع المؤسسات الرياضية وده عطفاً على اللي حصل مع اتحاد الكرة لما النادي الآلي بيبعث له علشان يدي له الخطابات المتبادلة بين الاتحاد مع الاتحاد الأفريقي بشأن دور الأبطال المبارحة النهائية قعد أربعة ايام النادي الآلي مش عارف يأخذ هذه الخطابات من الاتحاد الملاصق له لولا إنه لجأ للوزير الشباب الرياضي عشان يتدخل يده الاهلي صورة من الخطابات المتبادلة عشان يدعم موقفه القانوني في المحكمة الرياضية الدولية عشان كده النادي الآلي بعت للجنة الأولمبية لأنها المفروض المسؤولة عن الاتحادات الرياضية وعن تفعيل دورها وعن احترامها للمثاق الأولمبي اللي بيكفل حرية تداول المعلومات بين الاتحادات والمؤسسات الرياضية كمان الاهلي انطلاقاً من اللي حصل في دور الأبطال وكل التفاصيل اللي حصلت في هذه المباراة النهائية بعت للاتحاد الأفريقي من منطلق مسؤولياته عن دوره في تطوير الكرة في قرته وحرصاً منه على أن بطولات القرة تكون دايماً وأبداً في أفضل حال بعت الأهلي للاتحاد الأفريقي بخطاب موسع عن الرؤية اللي النادي بيطرحها من واقع ما حدث واختراحاته للجاية يمكن أهمها أن دور الأبطال يرجع في المباراة النهائية هو الكونفدرالية بنظام الزهاب ولياب بلاش مباراة واحدة لأننا إحنا مش أفريقي مش أوروبا وحال استمرار إقامة النهائي من مباراة واحدة القالي بيقترح أنه ضماناً للشفافية ومراعاة لكل معايير النزاهة والسلامة أنه تكون فيه ليحة ضابطة جداً وحاكمة للمباراة النهائية إذا أقيمت في مرة واحدة كمان إذا فيه دولة نظامت ما تاخدش تكرار نفس الحق إلا بعد خمس سنوات وقال الآلي كمان في بيانه أنه ضرورة العمل على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد من الأدوار الأولى لدور الأبطال باعتبار أنها بطولة مهمة ما ينتسبش الفار يظهر فقط في المباراة النهائية لأنه فيه حقوق بالضيع وكمان بينهي الآلي خطابه للكاف بدراسة قيمة المكافئات للكاف بيرصدها للفرق الفايزة في دور الأبطال لأنه شاف أنها بطولة كبيرة الآن دي بتتكبد فيها كل التكاليف الكبيرة على مدار أدوارها لعيبة بتصاب سفريات كتيرة رحلات مدربين الكلفة أكبر بكتير جدا من قيمة الجائزة اللي بتمنح للبطل دي كانت مقترحات الأهلي للاتحاد الأفريقي كل مقترحات منطقية أي نتمنى يخدها بعين الاعتبار أي لأن دي قيمة بطولاتك برضو الاتحاد الأفريقي دي قيمة البطولات بتاعت أي يعني ما ينفعش الجائزة تبقى يعني أقل من يعني ثلاثة أربعة مليون دولار يعني ما ينفعش يعني يعني على رأيي النادي الأهلي ده لو اتنين لعيب اتعواروا بعقدهم بتكاليفهم أعلى من الجائزة لو خدت ده كان كلام مهم جدا في خطاب الأهلي للكاف وأيضا خطابه لللجنة الأولمبية لكن يبقى هناك الكثير المهم بي بعضمة لسانه حلمك ياسع اللام أول امبارح المؤتمر الصحفي لكابتن محمود الخطيب في النادي ناس كتيرا انتقدت المؤتمر ناس كتيرا فهمت أو افتكرت أو انتظرت سريخ وصوت عالي كما اعتاد البعض في أماكن أخرى لكن وجدوا مؤتمرا فيه قمة الرصانة في قمة الاحترام في قمة الحرص على حقوق النادي رسائل للكابتن الخطيب أهم ما فيها من وجهة نظرنا الكل قتل بحسا لأنه كل برامج التوكشو حتى التوكشو العام مش التوكشو الرياضي انشغلت بالمؤتمر وكل ما فيه لكن شفنا ان فيه رسالة للكابتن الخطيب مختصرة موجهة لحد مهم جدا نسمعها لأنه الحدث النهاردة مهم رسالة الخامسة جمهور النادي الأهلي نحن نقدر مشاعركم الحزينة على خسارة البطولة ولكن وبعد غياب سبع سنوات على البطولة الأفريقية نادي الأهلي ما بيكون عنده إخفاق في حاجة بيغفر على نفسه نشتغل نشتغل بس ما بيرغيش كتير نشتغل بس واللي هنا بقى اللي طمننا ان احنا حولنا ان احنا نمشي في الطريق الصح ونشتغل بس عشان كده توجدنا والحمد لله في النهائي الأفريقي عن جدارة خمس مرات من آخر ست سنين اعتقد لم تحدث لأي ناية تاني لذا يجب أن لا نقص على لاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي كلهم اشتغلوا كلهم تعبوا وكمان حققوا كثير من البطولات الفترات الماضية الأهم أن نستفيد مما حدث كلنا ونستوع بالدرس وهنا جملة مهمة برضو الجمهورنا الحبيب الجمهورنا العظيم لا تنسوا أن هناك من لا يسعده نجاحات نديكم لا تنسوا أن هناك من لا يسعده نجاحات نديكم وبيعمل على ذلك نديكم محتاج ليكم ومحتاج مسندتكم اللي احنا تعودنا عليها وتعودناها منكم لدينا تحديات كبيرة وكتيرة وانتوا سند في كل المواقف جمهور الآله ده حما جملة معناها واضح أنا بس عايز أتوقف على طبعا أهم حاجة طبعا الرسالة لجمهورنا لكن الإحصائي اللي قال لها الكابتن عشان الناس تعرف إمتى النادي الأهلي وتفرح قد إيه هي أهلوية قال إحنا دخلنا ستة ست بطولات وصلنا خمس نهايات خمس نهايات ضد مين بقى أنت وصلت خمس مرات طب مين المنافسين بتوعك الترجي الزمالك الوداد الوداد كايزر شيفز الوداد محدش وصل غير أنت خمس محدش كرارها معاك الوداد واخد بالك فالوداد مرتين مش كده إذن طب يتوا عايزين إيه وكسبنا مرتين واخسرنا ثلاث مرات في الثلاث مرات كلهم فيهم ظروف مش منطقية ولا طبيعية لو الأمور كورة يقدر الأهلي يحقق أكتر من كده لكن لو فيها بقى يعني حجم من التوافيق والتبديل والشغل اللي هو الرعاة والكلام اللي بيبقى فيه رسائل مبطنة كده يجي رئيس التحاد دولي يقول لك ما فيش الأهلي والتاني يقول لك كلما جواز جواز ألاقي الأهلي قاليني بسلم الأهلي وشغل عمال بيتفسر ما احنا مش بنتلكك ولا بنتدعي نيجي المؤتمر الصحفي حضرتك لما بديت قلت إيه البعض كان يريد إن المؤتمر ده لازمته إيه وإه الجديد في طب أنا عايز كلها اللي بتقوله كده وبعدين كده حقول لك إيه لازمته طب لو كابتن الخطيب هي مصر من مبارح قاعدة في ظروف طبيعية نظرتها للكورة المصرية ما تغيرتش على كل الأصعيدة إعلام ومسؤولين على كافة مستوياتهم وجماهير ومنافسين ما بقواش شايفين عندما انكشف الغطاء عن كيف تدار الكورة مصرية مين اللي عمل كده لما كانش الكابتن الخطيب عمل المؤتمر ده كان حيطلع السيد أحمد مجاهل الكابتن الأستاذ جمال علام المهندس هاني بريدة يطلعوا يقولوا الأستاذ وليد العطار كان حيطلع يقولوا الكلام ده ومناسبة الأستاذ وليد العطار يعني هو يعني إشاع أنه راح كوريا مش كده أسان استغربت جدا وقلت وسألتك مش ممكن يكافأ ده الراجل يعني كل الأصابع بتشير إليه إن شكل حيشيل مش معنى كده أنه هو اللي بيحرك الخيوط لولا مؤتمر خطيب ما كنا شوفنا الكلام ما كانش الناس دي قالتها بعضمة لسانها عنوان الفقرة كل واحد سمع كيف تم تبادل الاتهامات وكل يستند إلي اللوائح مع ده عيني الأستاذ جمال علام يعني استند إلي العاطفة ما يستحش تقال كده وإحنا ما نعملش كده وبعدين هل كان بدون مؤتمر الكابت المحمود الخطيب هتطلع الجوابات هيطلع الكارثة إن مجلس الإدارة بيسد في ورق عشان يحط قرارات في جلسات سابقة لم يناقش الأمر فيها وكان هيكشف مين مضى مين ما مضاش ده الموضوع ده يا جماعة ده ربنا يعني أنا 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 كنت خايف إن هتقل إيه جديد عارف إيه المؤتمر ده عمل ولازم اعترف ما أنا مش يعني كل حاجة لازم أقولها مية مية يعني أنا ما أنا لازم برضو لما أكتشف لا المؤتمر ده كاللازم بتعامل يعني أنا في الأول قلت يعني مالوش لازم في الأول بس لما اتعمل قلت الله أنا وانت هنا وفي البقية البرامج كنا بنتكلم عن أخطاء بنتكلم عن أخطاء ولكن الذي وثق هذه الأخطاء ودالها الحياة عشان تبقى قنبلة فجر في وش الفاسدين مؤتمر الكابتل محمود الخطيب صحيح فإذا لم يكن الكابتل حتى لو لم تتم المداخلة والمكالمة بتاعته الإستاذ أحمد موسى اللي بشكره على إنه اجتهاده أدى إلى إنه فجر الأول كان كشفا بس يا رب لأن بعد كده أنا عجبني جدا إن الكابتل الخطيب بقى بيباين حاجة تانية هو أنا مش عامل مؤتمر عشان أتكلم وحكي أو فضفض لأ ده أنا بتكلم عشان أقول وبعد ما قلت أشكر سيادة الوزير الذي لم يكن مسؤولا عن الأخطاء دي ولكنه كان يعني مهتم بكشف الأخطاء والحساب بقوله نبي يا ريت تبلغونا هنا المتابعة بقى من نتيجة التحية هنا أنا مش بعمل كلام فض مجالس أبرايح نفسي أبعملها للرأي العام عشان أبعملت اللي علي أنا عايز أوصل للنتيجة فالخطاب اللي اتبعت للوزارة من فضلك وبلغونا بالنتيجة ها فيعني أعتقد أن هي دي المتابعة اللي حتجيب الحقوق نتمنى إن شاء الله طيب في الكلمة لكابتن خطيب ورسالة الجمهور الآلي جملة أتمنى إن كل جمهور الآلي توقف عندها لازم تتأكدوا أن هناك من لا يسعدهم تفوق نديكم ويعملون على هذا ويعملون على هذا ما تساعدهمش فأنتو هتساعدوهم بهذا الشكل ما تساعدهمش بإنك أنت تمشي وراء المعاني اللي بيروجوها وتتبنها وتبتدي تحاسب الإدارة على أمنياتهم أنك أنت والإدارة علاقتك مش كويسة أو ما تسخش فيها أو تبتدي تلومها فتضعف من صلابة موقف قراراتها وموقفها ولذلك هو ده هو ده اللي أنا بقالي مدة عايز أتحدث فيه فيه المثل هايل هايل أدعي على أبني وكرا اللي يقول أمين وكرا اللي يقول أمين أنا وأنت وبتعني لا تقول لي أنت غلطاني الكابتن الخطيب غلطاني الكابتن صالح ما كانش صح يعمل كده الكابتن حسن عمل كده ليه بيننا وبين بعض لكن فيه مواجهة الذي لا الذين لا يحبون لنا النجاح ويكرهون نجاحنا ويعملون على إفشالك ما أدلهمش بقى أن أنا يعني اتأثرت بيهم أو أدلهم حاجة يبنوا عليها مزيد من الهجوب هو ده الحب الصحيح هو ده الحب الحقيقي الحقيقي اللي أتمنى أنه حبه كل ما نحب أنت ببيتك أستاذ براين ده مثل أنا بحبه جدا عشان أسكن لها تفهم الجيران البواب البقال اللي مش عارف إيه السايس بتاع الجراش يا سلام أستاذ إبراهيم ده ده بيت محترم الناس دي كده تسمع لهمش صوت ما لهمش ما يعرفوش إلا الصح والغلط شوفوا لده متربين إزاي شوف بينزل في حاله إزاي شوف بيبتسم فش الناس إزاي شوف متواضع إزاي شوف نظيف إزاي شوف 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 بيساعد الناس إزاي طيب لو أنا بقى الأستاذ إبراهيم أنا عادلي بقى روحت جاي اختلفت محد من الولاد يطلع ابني يقول لا 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 كل اللي بتسمعوه ده كلام فارغ ما تصدقوش الكلام ده ده منظرة بس هو مين أول الخسيرين أنا طبعا أنا بيحترمني عشان أبويا بيعمل كده أروح أنا عشان حاجة شخصية أو أثبت أثبت إن أنا لما اختلف مع أبويا أنا صح وانتصر لرأي إن أنا روح أنزل أشوشر على بيتي أو أدي يا سيدي بلاشا شوشر بحسنينية أدي أسرار ولذلك تجد على السوشيال ميديا أستاذ إبراهيم كل بيت بيقول لولاده وبيقول لبعضه وناس كتير بتقول بس ما بتلتزمش أنت بتكتب ليه أنا دخلت مش عارف إيه أنا شريت مش عارف إيه أنا قلت مش عارف إيه تصوروا النهاردة بابا زعقلي عشان مش عارف إيه تصوروا النهاردة ماما قالتلي ما تخرجش مش عارف إيه تصوروا النهاردة أنا وصحابي عملنا إيه كتر المعلومات اللي ملهاش لازمة بتقل القيمة بتخلي الهيبة بتيجي من قدر من الغموض يا أستاذ فراهيم طبعا إن من الناس ما تعرفش عننا كل حاجة إحنا مش أنبية في بيوتنا وما فيش حد ما يبقاش عنده حاجة ممكن الناس تلوموا عليها لكن الحكمة تقتدي إن أنا في مواجهة الآخرين والرأي العام لازم يبقى ليه هبتي وأنا عندي مصداقياتي أنا بقولش اطلعوا كتبوا خالق بالعكس ده دل الشيء الوحيد اللي لو كشفته أنا معاك فيه الكتب لإن ما فيش نجاح بيتولد على كتبة يعني ما ينفعش إن أنا بقى عارف بس دي أزوة الكتب الكبيرة لأ ده كل الأطراق لتكتب يكشفوا بعض طيب هنشوف عنوين الصحف في تناولها لمؤتمر كابت الخطيب لأنه هما كانوا في ناس كتيرة كانت رايحة وفاكرها تسمع زعيق وصويت واتهمات وربما انسحابات فنشوف نقبهم طلع على إيه بالضبط في كل العنوين الصحفية الأخبار قالت الخطيب يضع النقاط فوق الحروف في مؤتمر صحفي اتحاد الكرة أهدر حق مصر قبل حق الأهلي شكرا لوزير الرياضة وهذا موقف علام وابريدة ولسنا في خصومه مع الكاف ملخص كواس أهدر الأهرام قالت محمود الخطيب في مؤتمر صحفي الأهل مستمر في الشكوى أمام المحكمة الرياضية بسبب نهاية إفريقيا اتحاد الكرة تخلى عننا في أزمات كثيرة وننتظر نتيجة تحقيق وزارة الرياضة الجمهورية قالت بعد مؤتمر بيبو حول النهاية الأفريقي الحقيقة والسراب الخطيب يكشف كواليس أزمة النهاية الإفريقي الجبلية تخلت عن القلعة الحمراء الكلمة الحقيقة والسراب دي مهمة يعني بيتوضع حامية المؤتمر الشروق قالت الخطيب يؤكد اتحاد الكرة أضاع حق الأهلي ومصر في نهاية دور الأبطال رئيس الأهلي في مؤتمر صحفي نطالب بالعودة للنظام الزهاب واللياب وننتظر تحقيقات وزارة الرياضة المصر اليوم قالت مواجهة على الهوى بين الأهلي والتحاد الكرة الخطيب لعلام ظلمتون بإخفاء الحقيقة والجبلية بترد كفاكم تهويلا وأنتم المسؤولون رئيس الأهلي بيقول مسؤول الجبلية لم يسندون في أزمة ملعب النهائي رفضت الاجتماع الودي مع رئيس الكاف وتمسكت بالرد على مطالبنا بخطاب رسمي الوفد قالت وضع النقاط فوق الحروف في أزمة نهاية دور أبطال إفريقيا الخطيب يؤكد اتحاد الكرة أهدر حق الأهلي مستمرون في شكوانا للمحكمة الدولية ونطالب بعودة نظام الزهاب والعياب أشكر وزير الرياضة على موقفه ورسالاته لبريدة مصر فوق الجميع مؤكد لكن في الوفد في اليوم الثاني بقى آلة مؤتمر الخطيب بدون جديد الغريبة أنه ده اليوم الثاني إدارة الآن تكتافي بتوزيع الاتهامات والهروب من المسؤولية تبطئ الوزارة في عقاب المقصرين زاد من حجم الأزمة وهنا الحقيقة أنا ما فهمتش متعب تناقض ما فهمتش بالذات أنه دلوقتي على رأس الوفد الصديق العزيز الأستاذ علي البحراوي رئيس تحرير جريدة الوفد هو صديقنا العزيز خالد إدريس بس علي البحراوي ناقد رياضي له قيمته يعني جه لكرسي رئيس تحرير الوفد ودي قيمة كبيرة جدا ده كرسي قال علي مصطفى شردي بكل ما يعني اسم مصطفى شردي في تاريخ الصحافة فجلس علي البحراوي على كرسي مصطفى شردي وده حي اعتبرناه فتح للنقد الرياضي فتح للصحافة الرياضية فلما يكون على كرسي رئيس التحرير علي البحراوي مش مفهوم أن الكلام ده يتكتب في الوفد في يومين وراء بعد التغطية التسجيلية للمؤتمر بتنصف كلام الخطيب تاني يوم الهجوم على المؤتمر وكأنه المفروض اللي انت اتضح لك الامر وانت سمعت فقال لك مؤتمر الخطيب بدون جديد ادارة الالي تكتفي بتوزيع الاتهامات في اليوم الاول ما كانوش شايفينها توزيع الاتهامات كانوش شايفينها شكاوى عادلة سواء للوزارة او للمحكمة الدولية قال لك وفيه تباطئ وفيه هروب من المسؤولية انت بتقول تناقض بين اليوم الاولان والثاني لا ده تناقض بين العنوانين اللي في اليوم الثاني ادارة الاهلي تكتفي بتوجيه الاتهامات ما العايزة تعمل ايه بتوزيع بتوزيع الاتهامات بعدين يقول لك ايه تباطل الوزارة في عقاب المقصرين زادة من حجم الازمة يعني يعني الوزارة مسؤولة وتباطئت ده هو راح لحتة ابعد من اللي قالها كابت الخطيب ده الخطيب شاكر الوزارة شاكر الوزارة لكن احيانا احيانا لما تكتب وانت في دماغك حاجة تبص للاقي الدنيا بتضعك فهذا التناقض يعني يعني يا رب الاستاذ علي البحراوي يعني يفاهمنا ليه التناقض ده وليه طب هو بالليه ده انا كنت فاكر تاني يوم حيقول الآن انكشف اهمية المقصر منيقولك المفترض بعد التغطيب خلاص كل شي انكشف يعني كنت فاكر وعلى الآن لشاف ردود الفعل مش مفهوم طيب دي كانت المعالجة الصحفية لمؤتمر الكابتن الخطيب لكن كما لو كان الكابتن الخطيب رمع حجر تقيل كبير في بركة مياهرة كده عمل الترتاشة جامدة جدا في كل البرامج الفضائية بالليل جزء من هذه الترتاشة بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة مؤتمر الكابتن الخطيب القى الضوء الكاشف على قيمة الكرة على قيمة كرة القدم في تأثيرها على المشاعر العامة للجماهير والمزاج الشعب العام على فكرة لانه انشغال برامج التوكشو كلها بالمؤتمر وما حدث فيه خلى واحد زي الاستاذ احمد موسى بقى ترند عمل اعلى نسب مشاهدة في التصادم الكبير جدا الكروسفاير اللي حصل على شاشة برنامجه على مسؤوليتي بين الاستاذ جمال علام والمهندس احمد مجاهد كانت ليلة مهمة جدا نشوف بداية الاستاذ احمد موسى بعد المؤتمر عليه الخطيب النهاردة سجل الاهداف حطلك بقى ايه اشارلك كده الاتحاد عمل اقول لي اكلم الكابتن جمال علام عملت وقال له اه ارجع لمهندس هان يا بريد اقول له عملت يقول لي اه ده ما جابوش ما حدش بعتلي ارجع لجمال علام تاني يا استاذ جمال هان يا بريد قال لك هان يا بريد صح وانا صح يعني احنا الاتنين صح ازاي تيجي يعني حاجة في الشرق وحاجة في الغرب ازاي النهاردة الاهلي بيدي درس لما رئيس النادي الاهلي يتكلم في مؤتمر صعفي صوت الخطيب ما اطلعش هادي جدا لا شط هنا ولا شتم حد ولا جاب سر تحد وحاجة ايه عظيمة وقال لك هو ده النادي الاهلي الله اكبر هو ده النادي الاهلي استاذ الوزير لما كان بعانا قال لك بعاتولي بس ما فيهاش دور الابطال الاقامة النهائية دور الابطال دي وبقى مين بقى اللي عمل اللي عمله الاتحاد المصر وكرة القدم هو المسؤول استاذ جمال علام ومعاه المدير التنفيذي الاستاذ العطار فالاستاذ العطار قال لك ما جلناش جواب الاول وبعدين قال لك اه اصتوا الجواب اه ما نديش الخطيب بمراسلات ده بعطل الدكتور ساعد الشلبي عشان يقوله ادينا قال لي منش اديكم هي اصغار حربية هو سر حرب عندك انت مسؤولاتك تتكلم عن عنديه وتخاطب عنديه وتدي عنديه انت مالك اتحاد مالك هو انت اتحاد مسؤول عن عنديه مصرية ولا مسؤول عن عندي ايه اخرى ليه تتخلى عن دورك ومسؤولاتك لاتحاد المصر وكل القدم يشيل الموضوع بالكامل ويقدم استقالته فورا ليه لانه كاذبه انت اجذب ودلست ولم تكن امينا وبالتالي ما حدش يسق فيك بعد كده رغم ان انا ضد فكرة ان كل ما يحصل غلط بنطالب الناس بالاستقالة لاني الاستقالات مش هتحل ولكن انا المراضي الاستاذ احمد موسى قالك ليه انا بقولك الشيء الوحيد الشيء الوحيد المسموح للناس الانتقاد العلني الكذب قالك لانه كاذبه وفكرة انك انت تمضي ناس وناس ما تمضيش عشان مش موافقة تدخل فيك كذب ما عملت انك تحط لي قرار في جلسة سابقة لم ينقش فيها الامر ده كاذبه واضح فمسألة الكذب خطيرة جدا استاذ ابراهيم لانها ما هو اللي يجذب عليك يجذب على اتحاد الدولي لما يكون عنده قضية وطال بيانات من عندك فتمشيها في الاتجاه اللي انت عايزه مدام وجدت خلاص طيب الاداء المسؤول للكابتن محمود الخطيب كان شاهد عليها الاستاذ سيد علي الصحف كانت النهاردة المؤتمر الصحفي احتراما لمجلس ادارة النادي الاهلي الذي يتخذ قرارات بالاجماع وبرجد وبتعقل ولا احد يتكلم باسمه احترامي انه في النادي الاهلي واحد زي الخطيب رجل دولة تقدر تقول هذا رجل دولة محترم بيعرف الكلمة بتطلع ازاي رايحة فين لا يخطئ ابدا انا عدت انتظر رجل دولة حقيقي لا بيغلط في حد ولا بيتجاوز وكلامه محسوب ومجلس الادارة قاعد كده وكلهم ولا يتكلم باسمه نموذج لاحد مؤسسات الدولة المصرية اذا كنا بنتكلم على ان في بعض المؤسسات الاخرى عليها علامة اكس لازم نقول ان هذا وهذا والله العظيم ليس تعصبا ولا اي شيء تماما تماما واتمنى ان كل المؤسسات تدار بنفس طريقة النادي الان دي زاوية تانية ركز عليها لأستاذ سيد علي وهي زاوية مهمة جدا جدا وانت تتعرض لأخصى درجات القهر والظلم الاداري وعمل مؤتمر بتشرح فيه كفة ظلم انك تتماسك وتبقى مسؤول في الفاظك في شكلك في توجيه الخطاب لمن يهم الامر وكان منصفا جدا 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 عندما برق السيد الوزير لان كلنا على فترات صباحة كانت كل الناس بتقول الوزارة 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 تكتشف ان الوزارة كانت حريصة على المساندة ولكن عايزين دورها يكتمل ان توصلنا للحقاء فانت انت النهاردة ادراك انك انت تبقى يعني هو المسهد بس ما بحبوش اوي هنا اخذ الحق حرفة ولكن برضو اخذ الحق وقار وتقاليد ومسئولية وانت تحسن تمثيل مؤسسة بتاعتك مش تاخد عشان الناس خايفة منك ولكن تاخد الحق لانك مقنع بانك صاحب حق باقتناع واعتقد ان المؤتمر ده قد يسفر عن تعديلات في الاتحاد الافريقي الافريقي في نظام المسابقات وقطعا سوف يسفر عن تعديلات في وسيلة الادارة داخلية الادارة قرة القدم ده كلام مهم جدا لكن اللي بيسأله عن مبادئ الاهلي وقد ايه قوية يسمعوا سيفزح توقعت حاجات كتيرة جدا في المؤتمر ولكن اللي توقعته لقيته وزيادة زيادة وهي المبادئ القوية للنادي الاهلي النهاردة والمشهد الرائع اللي تلع به الكابتن محمود الخطيب اللي طلع الاتحاد الافريقي من الجيم وخروج الاتحاد الافريقي من الجيم يدل على وضوح وصراحة النادي الاهلي شاف ان مالوش طرف خلاص اخرج انت طب اتحاد القرى ما بعدش ليه طب الجواب جيه ما بعدش ليه الوزارة ورد على الاتحاد الافريقي اقوله لا انا مش حايز انظم بس خليها في ارض محايدة اذا انا مش في الجيم اصلا طب احنا مش موجودين ليه ده جواب هحطه جالي الاتحاد الافريقي هبعته وبعد كده الناس تخش الخناء لكن انا اصلا مش في الخناء طب انا مش في الخناء ليه ده الاهلي راح هنا الخطيب ليه حق ان هو يعمل المؤتمر الصحفي ليه انا ملعبتش على ارض ولا لعبت في ارض محايدة اذا العدل انا اصلا ما كنتش موجود في الجيم اللي بطلبه من الاتحاد الافريقي مش موجود رد النهاردة الاستس جمال علام على الموضوع بالنسبة لنا مش مفهوم اللي انا مستغرب له ان انا عمال اقول وكلم الاتحاد الافريقي واقول هنا واقول هنا ومحدش يطلع علينا بمسؤول الاتحاد الكورية يقول احنا مش في الجيم هو ده السؤال هي دي علامة استفهام ليه كنا بنتكلم واحنا مش في الجيم ليه ترد على الخطيب ان احنا بعتنا ثم ما بعتناش ثم قلنا في ارض محايدة طب ليه ما نخش الجيم وبعد كده نتفاوض على الارض المحايدة هي دي الاسئلة اللي الناس النهاردة بتسألها طبعا دي جانب برضو مهم جدا 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 لكن برضو اصلا لو تذكر اقول لك اتحاد الكورة ابسط حاجة انه ما كانش يسيب موضوع التذاكر مثلا ده الندي بتاعك لو عشر ثلاث تذكار وفي ناس مسافرة ما كنت شلت العب ده وتصدد انت كاتحاد وجبت حق النادي الاهلي على القلي كنت اديت فرصة للتفرغ بشكل اكثر تركيز للمباراة لان ما تقول ايش ان اللعيبة وان كانت حاسة لا كانت حاسة طبعا كل حاجة خلاص احنا معنا تليفوناتنا وعيشين الدنيا فنقلنا التوتر ونقلنا الاحساس بالظلم يعني عنا كانت اهلي خلاص اتحاد الافريقي قال لك عشر ثلاث تذكار ده موضوع لان والوزارة تبقى مشاركة برضو ده جماهير وعمل سياسي برضو يعني يعني انت الاهلي كان يحارب توحين الهواء منفردا وعشان كده كل الناس حست قد ايه لأهل الظلم واحد من هؤلاء المتابعين والمراقبين الاهلوية رجل الاعمال نجيب سويرس نسمعه مع الاساس سيد علي بما انك اهلاوي الحقيقة بارح كان فيه كلام شديد الاهمية والكابت الخطيب طلع استعرض بشكل محترم وكراجد دولة مسؤول فيه قدر من الرجل وحكى اللي حصل بالنسباله من الكاف ومن اتحاد الكرة ويعني مش عايف احنا رايحين لحد فين بقى هو الحقيقة يعني الجد في الموضوع ده الاهل الظلم وانا مش سنانا احلاوي يعني انا مش انا لو كانت حاجة غلط كنت قلت لا الموضوع ده الاهل الظلم فيه بصراحة الاهل الظلم فيه طيب حضرتك مع رحيل اتحاد الكرة ونجيب مدرب عالمي بطأم عالمي ايا كان المرتب اللي هياخده نعمل مدارس للناشئين وحتى لو المبلغ كبير انا اظن ان كثير من الرجال الاعمال كافلين ان هما يتولوا هذا المرتب هذا الرجل المدير الاعمال والفريق الكوتش العالمي والفريق والمدربين اللي معاه هو مش مسئلة مدرب بس المنظومة كلها لازم يعود النظر فيه يعني المنظومة كلها لازم تكون زي ما بقولك انا مرجع تاني انت تطرح العندية دي لاتخصها وتبعد تدخل الدولة عنها خالص ده اللي خطر قولني دي رياضة ورياضة شعبية والشعب لما يكون بيملك النادي هو اللي حسب النادي ويحسب الادارة لو خصخصنا المنظر داي بعد كده اتحاد الكرة داي يكون بالانتخاب ويكون برضو مفتوح للجيل التاني وبالشباب احنا فيه اسماء يعني يعني زهيئنا منها يعني غير ذكره اسمي يعني فالشباب برضو لازم ياخد ربصة الشباب اللي تعلم بره لدرس في اكاديميات اللي مشرفنا في كل حياتة موجود في كل مكان ندور عليه ونجيبه ونغير الجيل شوية اللي هو احباطنا ده يعني بعدين عيب بلدنا دي مفيش مشغولة مفيش حدوية مشغولة انت خسرت مطش زي ده خلاص امشي تخيلة انت وخلي عندك يعني كرامة خلاص بعدين انت افشلتنا كده انما كل واحد قاعد بيتبت الكرسي وبس تبت في الكرسي ده ما بقاروش شهرين لانه طبعا هو التحمل المسؤولية مش بس الاستقالات يا ساز ابراهيم تحمل المسؤولية انك تراجع قراراتك وتعترف بخطأك وتبتدي طريق الإصلاح انما ابسط حاجة انك تفاهمني انك تعلمت من خطأك وانك هتصلح لانك ممكن يجي بعدك برضو يغلط وتقول استقيل واللي بعده يغلط واستقيل احنا مش عايزين ناس تغلط احنا عايزين الناس تصوه لكن القدرة على الإصلاح موجودة في يعني الحقيقة انا اختربنا منه كإنسان إنسان كويس طبعا لكن ككورة وكالمام بمشاكل الكورة واهميتها عند الناس هو مش قادر يدرك بشكل عملي يعمل عشان يطور يعني ما عندوش ما عندوش ما عندوش حتة انه يقدر ومع وانا مش مطلوب منه انه يكون عنده الخبرة بشخصه ولكن مؤكد مطلوب منه انه يقدر يختار الناس اللي اتطور دي اكيد هنطلع لفاصل بعد الفاصل هنشوف الخناء اللي كانت على الهواء دي وصلت لفين موسيقى موسيقى عالم محضراتكم من جديد الحقيقة الصخب الشديد جدا والصدمات اللي كانت على برامج التوكشو بين مسؤول إدارة الكورة في مصر لفتت انتباه وأزعاجت حتى كبار الكتاب والصحفيين نقيب الصحفيين السابق للكتب الكبير الأستاذ جلال عارف في مقالاته في الأخبار انتزعج من اللي حصل وكتب مقالة بعنوان ليس كروش أو إهاب بل منظومة الفساد الكروي وقال ان انا تبعت جزءا من حوار تلفزيوني بين رئيس اتحاد الكورة الأخ علام وسلفه في إدارة الاتحاد الأخ مجاهد على خلفية هزيمة المنتخب من أسيوبيا وخرجت من الحوار بأنه مع هذه الإدارة للكورة المصرية أو تلك فإن علينا أن نكون شاكرين لأن لعبة كرة القدم ما زالت موجودة في ملعبنا حتى وإن كان يفصل عن كرة القدم الحديثة التي يعرفها العالم عشرات السنين من العيش في ظل منظومة فاسدة لا تقود إلا للفشل الذي تعيشه الكورة المصرية منذ سنوات عقب موقعة السنغال الكروية كتبت هنا أن المنتخب قدم بقيادة صلاحه مع المدرب كروش أقصى ما تتيحه إمكانياته وحتى لو فوزنا وتأهلنا للمنديال ولم يعاندنا الحظ لظلة الحقيقة هي أننا نعاني في كرة القدم مرس سنوات من سوء الإدارة وغياب التخطيط وتجاهل العلم والنتيجة أن كل عناصر اللعبة تتراجع ولا تتقدم إلا أجور اللعبين وعملات المنتفعين من بقاء الأوضاع على ما هي عليه لو كان هناك قدر ولو ضئيلا من الرغبة الحقيقية في الإصلاح لكان ما وصل إليه المنتخب مع كروش يصلح كبداية نبني عليها وبيختم الأستاذ جلال عارف مقالته طريق الإصلاح واضح والخبراء الذين يستطيعون تطبيقه موجودون لكن منظومة الفساد الكروي ستدافع عن مصالحها بشراسة تلك هي القضية لم تكن كروش ولم تكون إيهاب جلال عندك تعليق أه طبعا أنا موفق تماما وأنا شايف إن إيهاب جلال كان أول الخاسرين منذ لحظة تعاقدهم مع الاتحاد على أن يكون مدير فني وأنا قلتلك إن أسلوب إيهاب جلال محتاج وقت محتاج تركيز ومحتاج سبات في التشكيل صحيح والثلاث حاجات دول مش متوفرة له كمدرم متخبات طيب الأستاذ جمال علام مع الأستاذ أحمد موسى سأل سؤال عن ليه الناس ما طلبتش قبل كده نشوفه أحمد موسى الجواب جال مين جالك ولا جال مين أنا بقولك السنة اللي فاتت كنت فيها لما راحوا لعبة في المغرب الأهلي السنة دي السنة دي ولو الأهلي طالما راح المغرب السنة اللي فاتت ما طلبش ليه السنة دي راح السنة اللي فاتت وفاز لما يطلب هنا برضو السنة دي أنا عايز في مصر يطلب ليه هو الأهلي اللي يطلب ولا الاتحاد اللي بيطلب اللي قابلي ما طلبوش ليه البدرات دي من عشر سنين طلبوا من خمسوش سنة طلبوا قبل كده المطش أنا بقول لك المرات السنين اللي جاية دي كلها أو الفتر اللي جاية كلها من أول يوم حقوش الاتحاد احنا نطالب بس مش معنى كده ان كنت الطالب لازم نتاخدها ده هو هناك عندهم معايير تانية سنغال اللي هي الملعب اللي يلعب فيه منتخب مصر هناك ميروحش هناك يتلعب فيه النهائي والسنغال تنسحب فاق اللحظة وإحنا بعتين جوبات ان احنا لازم نلعب في الدولة محايدة ده هو الفيرفي اللي بنادي دي الاتحاد الدولي طيب ما عشان لو أنا قوي سر على داوي بقى لي موقف في مصر احنا صررين انا النهارض فيه انت جوا الاتحاد ما عندك المهندس هنبريدة في الاتحاد انتم مخصمين بعض لا لا مش مخصمين ايوا المهندس هنبريدة دراج النافس في الاتحاد الدولي ونافق هنبريدة هو اللي بيدير الاتحاد الدولي ومش عايزة اقولك كلمة على الهوى يعني كابتن هنبريدة هنطلب منه ان احنا ننظم كذا وكذا 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 من اللي جاي طب ليه متوصلوش معا اللي فات ليه معزمتوش يحضر اي اجتماع ليه مخصمينه ما تبعتولو ييجي مش هو المفروض يحضر معاك ولا ايه حاضر احمد دي هنبعتلي حاضر لا مش حاضر هو انا هو انا بطلب طلب شخص انا بقولك حاضر هنبعتلي احمد دي حاضر والله العظيم الاستاذ احمد سأل اسئلة يعني معرفش كان بتوقع الاجابات بتاعتها ولا ايه لكن ما يقولو الاستاذ جمال علام هم ما طلبوش قبل كده النظام من عشر سنين ليه عشان كانت بتطلع براعا شان المصنونة دي يا جماعة بقالها سنتين بس بنظام المباراة الوحدة يعني دي المرة التالتة دي تالت مرة مرة خد هنقاله زمالك فلعبوها في مصر مرتين التانين المرة اللي فاتت والفاينال كان مع كايزر تشيفز فالعق الاهل وكايزر تشيفز ده كان ملعب محايد السنة دي الوضع هو اللي غريب وبعدين يقولو حاضر السنة الجاية طب وليه مش السنة دي يقولو طب اللي قبل ده ما طلبوش ليه طب لأ أنا حسيت كده ان هو يعني يعني زي قوليت خلاص بقى سيد احمد هنبقى نعمل أحمد مجاهد تم أنت ليه ما قدمتش السنة اللي فاتت فكذا كان جزء من الردود بينه وبين الاستاذ جمال علام طب يا أحمد أحزائي آه قدمنا على دورة الأبطال قدمنا على دورة الأبطال الكورة النسائية قدمنا على بدول تحت عشرين سنة المؤهلة لأجل SPEC ومصر السنة جاي ان شاء الله وقدمنا على الكمال العرومية. بالفعل خذنا ثلاث حاجات. المغرب كان مقدم على تحت عشرين سنة. المؤخل بكاف العالم. كان هم مقدمين على نهاية دور الأبطال. لما كنا السنة اللي قبلها. احنا لنظامين دور الأبطال. وما كانش فيه سريع من المغرب. في المباراة النهائية تم التنزيز. احنا هم ما كان لنهوش في تحت عشرين سنة. واحنا سبنا نهاية دور الأبطال اللي تلعب فيه الاهل وكاري الزرفيق. يعني احنا سبنا. يعني ايه احنا سبنا. يعني احنا سبنا. لكن انت لما تقدم ان شاء الله في السنين الجاية تقدم على طولة او اثنين وثلاثة. في بطولات. التوزيع دي كانت كانت توزعت سنة دي. زي ما توزعت. انت ما قدمتش. انت ما قدمتش أفضل عشان تدخل في التوزيع. يعني شوفوا. لا ان احمد مجاد محنق. وراجل يعني في اللعبة بيعرف ست في ورقه. فقال له والله احنا نزل. احلق. اه. وانت ممكن تقول له ليه ما قدمتش للأبطال السنة دي. فقال له لان احنا السنة اللي فاتت نظمناها. فقلنا ناخد بطولة عشرين سنة. ها. وانسيب. اه حاجات للمغرب تنظمها. فكازر تشيف زلقالي. تأهلوا للمرء السنة اللي فاتت. اه. لكن السنة دي. ما ينفعش تتساب. هو شوف. والله العظيم تلاتة. انا مش. لا لا ابرق احد. يعني هي بس المسألة. ان واحد بيعرف ستف ورق. والتاني لسه. قال له هنعمل. طيب. جمال علام اتهم احمد بجاد انه مجلسه هو كان السبب. رد ايه. وفقا لتصريحات الاستاذ جمال علام حمل الاتحاد السابق المسئولية فيما يتعلق بخطاب النادي الاهلي. وانه قال انه السبب في الازمة دي كلها. اتحاد الكرة السابق انه ما بعدش حاجة للنادي الاهلي. يبقى الموضوع بمنطقة الوضوح. اما ترد ترد بوقائع او بادلة. تفضل. تقدر تطلع جواب الاتحاد الافريقي. اللي حدد فيها المسابقات الاتحادات تتقدم بالطلب لاستضافتها. اللي كان على رأسها دول الابطال. الجواب ده مؤرخ فيه 19 يناير. انا المجلس الحالي تسلم الاتحاد يوم 5 يناير. 5 يناير عشرين اتنين وعشرين. الجواب في 19 يناير. كان الحد الاقصى او الموعد الاقصى للتقديم هو 28 فبراير. وده كان واضح جدا وموجود في الجواب بوضوح. يبقى اذا الجواب ده جهت في عهد المجلس الحالي. الجواب بتاع ابريل اللي وقتع شهر اربعة هو جواب لا قيمة له من ناحية العملية. معنى ان انا اه شهر اربعة انا خلاص قريت الجواب ان الديدلاين او الموعد ان او 28 فبراير. ايه. فانا عندي خلاص ما عندي يقين ان تقديمي من عدمه. ما عادش اهي فريق. اه. لكن ليه بعتك جواب ده بالتحديد. عشان لا اذكر فيه توري الابطال. عشان اقول ان النادي الاهلي ما بعكيش. ياه. وهو ده مربط الفرص. العملية كلها كانت الناس عايزة تخسل ايديها. ويسيبوها ان النادي الاهلي ما طلبش. ما طلبش. انت ما قلت ليش اطلب. هو اتفقت. يا أستاذ جماعة. سيبكم الاهلي. ايه زمالك. لو كنت اهل النهائي. هو الاهلي او زمالك. لو قلت لهم. تحبوا تلعبوا في مصر. حقولوك لا. يعني انا عايز اعرف. طيب. يعني يعني فكرة ان الاندية ما طلباش. اصفي ناس كتير عائمة على العمم. واخلام مش فاهمة. يعني يعني. الاندية في مصر تتمنى انك تنظم الفاينال عنده. وبعدين يقولك. طيب والسنغال. ما تلعبش ماتش هناك ايه. وبعدين يرد على نفس وقولك. واللي انسغل السنغال تسحب. الله. على كل سبب انه ان الاهلي ما قدمش او ان الاتحاد. المهندس هنا بريدة لما رد في بيان. قال بصريح العبارة انه هذه ليست مسؤولية الاندية. ده عضو اللجنة التنفيذية في الفيف. انه هذه البطولة وهذا التنظيم ليس مطلوبا من النادي ان هو يقدم. والنادي ما بيقدمش. اللي بينظم هو الاتحادات مش الاندية. كمان الاستاذ ابراهيم فايق. كشف عن النقطة خطيرة جدا. انه مجلس ادارة الاتحاد الحالي. عشان يقدر يدار العملية. الجوابة اللي بعته للوزير فيه خمس بطولات ما فهمش انها هي دورة الابطال. فالناس لامت المجلس. هو انت بعدت ده. من غير ما يكون عندك قرار مجلس ادارة. فبدأوا اي ده كده فيها كارسة. ابراهيم فايق قال ان في واقع التزوير بتحصل. نشوفه. وعلى مسؤوليتي كان هناك اجتماع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. استاذ جمال علام طلب من السادة اعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم انه يوقعوا على محضر وهمي لاجتماعهم في وقت سابق بتاريخ قديم يتم في تبرئة ساحة الاتحاد المصري لكرة القدم وتبرئة ساحة الاستاذ جمال علام من مسألة خطاب النادي الاهلي ومسألة مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا. فالاعضاء نمدي على ايه? نمدي على حاجة ما حصلتش. ناس منهم اطلقبطت لانها ما قارتش كويس. فاللي ما مضاش وعى اللي مضى. فالناس مين فيه? لوك لدي ما حصلش. ايسه اختار من كده? فتحنا الساحة للناس الفترة اللي فاتت تعالوا يا جماعة ايه وجبنا الناس بالتحاد الكرة. اشرحوا موقف الموقف فيتحاد الكرة ايه? ودينا للناس المساحة وشرحت الموقف. النهاردة لما نشوف النادي الاهلي هو بيشرح? لا 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 لا. واضحة وصريحة. هذا امر له الاهلي حق فيه وبنسبة مية في مية في المية الدكتور عاشة في صبح بشوف انه من صميم مهامه في هذا التوقيت تحديدا اجراء تحقيق عاجل فيما يتعلق به مسألة نهائي دوري ابطال افريقيا طيب الخطاب اللي نشر ابراهيم فاي لان دي نقطة مهمة جدا لان تتوقف على عملية التزوير الخطاب او محضر الجلسة اللي نشر ابراهيم فاي اللي وقع عليه الاستاذ خالد الدرندلي اللي هو حلم مشهور والاستاذ محمد ابو الوافة والدكتورة دينا الرفاعي واللي رفضوا التوقيع على هذا الخطاب او على هذا المحضر اللي ابراهيم فاي قال ده فيه تزوير الصورة قدامكم رفض التوقيع الاستاذ عامر حسين رفض التوقيع الكابتن حازم امام رفض التوقيع الدكتور ايهاب الكومي والكابتن محمد بركات دول في الصورة اللي عرضها ابراهيم فاي توقعاتهم مش موجودة في محضر مزور يعني هو قال جملة في الآخر قالك ناس مضت ومشوخ ده باله التانين نبهوهم في كل الأحوال فكرة أنك تزوج بخطاب لم يناقش في جلسة سابقة هذا كذب الوقع دي هي اللي تستحق بقى إذا كانت يعني كل اللي فات اجتهادات لكن تقدر تخرج منه يعني اتدلس علينا موظف زقلنا حاجة لكن فكرة أنك تتعمد الكذب تلك هي الكارسة كارسة ولا ولا يمكن طمسها ولذلك الأهلي أرسل للوزير دكتور أشرف صبحي ينتظر نتيجة التحقيقات الجدة في هذا الملف دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله أسبوع الخير ترجمة نانسي قنقر